طبعاً زي ما بدأنا كلامنا النهاردة في بداية الحلقة النهاردة الحدث الأهم بالنسبة لنا وبالنسبة لجمهور النادي الأهلي مباراة الفريق طبعاً أمام نادي سيراميكا كليباترا واحدة من مؤجلات النادي الأهلي في مسابقة الدوري يوم السابت كمان هيكون عندنا مواجهة تانية وقوية مع نادي الجونة وبعد كده بقى هيتبقى مباراة واحدة بس مع بلدات المحلة قبل الدخول طبعاً في فترة التوقف الدولي زي ما قلنا اللي هيلعب فيها منتخب مصر المطشين في تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي وبعد كده سيراليون وأكيد هيكون لنا متابعة للمطشين بشكل دوري خلال الأسبوع المقبل بعد كده بقى هنرجع يعني نتكلم عن مطش النهاردة تحديداً احنا عايزين نبدأ كلامنا أن وارد جداً مستر كولر يبدأ بنفس تشكيل مباراة المقولين زي ما شفنا مع عودة طبعاً بعض الغيابات والأساسيين لأنه من الطبيعي أن احنا في فترة ضغط مباريات نشارك فيها فلازم أكيد يحصل روتيشن بين اللعبين وأكيد دي فترة مهمة جداً وزي ما كريم قال أن احنا دايماً بنستفيد من الدروس وخلينا النهاردة أن احنا نركز برضو أن احنا عايزين نطلع بالنتيجة المطلوبة وهي الثلاثة بوينت يعني زي النهاردة وكمان يوم السبت إن شاء الله أمام الجونة احنا عايزين نطلع بالنتيجة اللي نطلع بيها بخطة ثبتة في مسابقة الدوري طبعاً وهي البطولة المحببة لكل الأهلوية يمكن يعني يخدنا تلات مباريات كان نقلينا فيهم تسع نقاط ولكن يتبقى تلات مباريات كمان بنأمل ونطمح طبعاً أن احنا نمشي فيهم بنفس الخطة اللي احنا مشينا فيهم خلال المباريات الماضية خاصة أن احنا ما بقاش عندنا في الدوري مباراة صعبة ومباراة سهلة الحقيقة أن احنا كل المباراة بقت صعبة وبقائنا نعمل لها حساب خاصة أن كل الفرق الحقيقة كان بقى ليها تكنيك معين وبقى ليها سكواد قوي وده اللي احنا دائماً منقوله أنه مسبقة الدوري بقى ليها شكل تاني بعد المنافسات ما بقيت قوية طبعاً يا كريم وبقى كل الفرق بتتنفس مع بعض وما بقاش فيه مباراة صعبة ومباراة سهلة وحتى الفرق اللي ما عندهاش سكواد قوي قوي اللي ما دعمتش فريقها ببعض اللعيبة المستجدين كالعادة ودي مش حاجة جديدة ده من قديم الأزل أي فريق أياً كان مستوى حتى لمستوى قمة في التواضع يجي دايماً عبد الماتش الأهلي ويحجر ويتغول إنجاز التعبير وبطبيعة الحال دي حاجة منطقية جداً إنها تحصل فكرة أن أنت بتلاعب حد زي النادي الأهلي معناها أن الدنيا كلها بتتابع الماتش الجماهير في كل مكان بيتابعوا المباراة فرصة عظيمة للعيبة أي فريق منافس إنهم يقدموا أوراق اعتمادهم قدام الجماهير الغفيرة اللي حتابع المباراة سواء من جوة الأستاذ أو من خلال الشاشات فطبعاً ده اللي بيحصل في كل مرة وده اللي متوقع إنه يحصل في ماتش النهاردة وبالمناسبة برضو الحكاية بيش وقف على كده إحنا لسه عندنا موال طويل وعريض لسه هندخل كمان في مرحلة دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عندنا ماتش مع ميدياما الغاني بعدها ماتش مع يانج أفريكنز التنزاني ثم شباب لوزداد الجزائري كلها مباريات وراء بعض في أقل من شهر طبعاً يعني كل دي في إطار منافسات كأس العالم للأندية أو يعني كمان غير قصدي كأس العالم للأندية اللي ليه طبيعة خاصة جداً وليه خصوصية شديدة واللي إحنا لينا فيه أول الحقيقة من كذا سنة فاته فبطبيعة الحال نتيجة كل الكلام اللي بتقال ده فعملية الروتيشن الحقيقة منطقية جداً وإنجاز التعبير ده وقتها والنهاردة إحنا منتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده عشان ما نتفاجئش الفترة الجاية مثلاً بغياب لعب أو اثنين لعيبة أو تلات أربع لعيبة عن التشكيل الأساسي لأن فيه ناس كتير يعني ما بتقفش عند فكرة الاستغراب والاندهاش لا وتلاقي تكهونات وتلاقي كلام وتلاقي إشاعات فإحنا بنقول من دلوقتي إن الروتيشن بطبيعة الحال نتيجة اللي احنا بنحكي فيه ده لازم هيحصل وحيحصل بشكل لافت للأنظار فإنت عندك موسم مضغوط جداً 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 فبالتالي لازم يحصل فيه روتيشن بصفة دورية تعالوا ناخد الأمور كالعادة خطوة خطوة نتكلم عن خطوة النهاردة ونحسم المباراة وزي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم منبارح يعني واحدة من المباراة المهمة لأن أنت برضو بتلاعب فريق السكوات بتاعه محترم فريق سيراميكا كليو بطرة فريق قوي عنده أكتر من عنصر مميز طبعاً أبرزهم على الإطلاق هو الجزائري أحمد قندوسي ومحمد إبراهيم فإحنا نرجع تاني منأكد مش عايزين نفقد أي نقاط عشان مع بداية فترة التوقف الدولي نكون مستريحين ومتصدرين جدول الدوري دي نقطة فيه منتهى الأهمية في المرحلة اللي احنا فيها دي